مرحباً، بس اسمك وشو تشتغل هنا؟ محمد عبد الفتاح مدير التصوير محمد، شو رأيك ببرنامج نور خانم وخاصة بكشكل أخبار الفقرية التي أنا بقدمها؟ البرنامج كثير حلوك، بس كشكل أخبار مشكلة تمام، تمام، يعطيك العافية جاء سلام، مين راي؟ تمام، خلص، شكنا شو ريب واحد مرحبا أخي، يعطيك العافية، رتب شو رأيك ببرنامج نور خانم وفقرة كشكل أخبار فقر اللي أنا بقدمه، بدي رأيك الإيجابي طبعاً برنامج كثير حلوك، بس بالنسبة لفقرتك بتمنى بس تمام، 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 يعطيك العافية لأخي، تمام خلص، تمام، انت خلص، تمام، انت طب، ما هنعمل مقابلات ها أخر مرة أعمل مرة أخرى طب، ليش كتعم تقمع العالم؟ كل واحد هو حر برأيه ويحكي لي بالدويا يحكي بالدويا لستك واحد، عندهم ملاحظات صار وطرق تحسين وأتمنى أن أكتر شي بكر هل بتمنى؟ أنا ما يطلبه الجمهور هون؟ خلاص، لا تتمنى، اقول برنامج حلو، فقرتك بتجنن نور، شو عايك ببرنامج نور خانوم بفقرة كشكل أخبار؟ حلو كتير بس يعني كنت بتمنى لو الكشكل أخبار يعطيك العافية، يعطيك العافية على اسم محمد بن خالد الشريف رئيس رقبة متقاعد من ذات الداخلية الحمد لله، الله ملك الحمد، بس أنا ودي أتكلم عن موسم الطايف أنت اليوم جاي وأنت وعيالك في موسم الطايف، كلمني عنه نعم، موسم الطايف موسم ترفيهي لمين؟ لبناتنا أول، بناتنا الذين سجنوهم الشيوخ المطاوعة سجنوهم الشيوخ المطاوعة قوم الفتاة فكالعافية، طرف عليك؟ ماشاء الله على هالحريات، لا ونازل مزيعة الشارع مسأل عالم عن رأيون مو لازم يجاووا مثل ما هن بدون؟ طبعاً بس يجاووا على السؤال سألهم سؤال يجاووا عليك، بجيبوا جمال ما عندهم، سألهم على مهرجان الطايف يجاووا مهرجان جميل، اتجاب الشيوخ وحبسوا مناته هلأ بلاش بالشام معرض دمشق الدولي أكيد نحن مجاهزين له شيء خمسة حلقات لقدام تخيل ينزل الموزيع بسوريا يسأل واحد بالشام مثلاً ماذا لديك بمعرض دمشق الدولي؟ يقول له، والله المعتقلين والوضع وما الوضع؟ ما حلو بحق المعرض أصلاً ما حلو بحق شيء عالياً بسوريا ما في غير الأجدب هلأ بيقدر يسترجي ويحكي باعترائيه عن الوضع أجدب؟ مرحبا عطيني 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 مرحبا يا حبيبي أمام الشعبي مرحبا حبيبي شو رأيك بالوضع؟ شو 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 أنت شو رأيك بالوضع؟ والله السلاحة حاسس حالي ما عمنا وأموره وأموري ما نأتمه طيب تحب تواجه شيء كلمة للجمهور كونك أجدب؟ ياه هذا الأجدب مو شادي أسود؟ هو بعينه بشو سطه مو هذا هجه وطلع بره البلد وطفاش؟ كلما ده يطلع بديك تقليلي هذا الهجه ما طلع بره البلد هدد أنه يطلع بره البلد هدد أنه يطفش إذا ما برخصوا البنزين هو مقيم عند الدولة هدد بطفاش وش رخصوا البنزين يعني؟ ليس هناك يتنكر عمي حاله أجدب ليس هناك يجيك عشوه واحد بيعملي مقابلات مع أجدب والتاني بينزل على الشارع بيسأل العالم شان يأخذ الرأي اللي هو بديه بطل واحد يعرف يحكي بمقابلة هالأيام أنسي نور أنت لما بتحكي بمقابلات أنا ما بقدر ركز ولا بقدر اسمع أنا بكون متاخد بسحرك وبجمالك إيش بك بصر لك جنيت أنت؟ جنيت فيك يا أنسي نور أنت صبية هيك صغيرة وألف مين بيتمناك هيك هذا من النص الكلام اللي عم تقوله؟ بكرة ابن الحلال أنا رح أغار بس لتجوزي على فكرة رح أحسده رح يعني لكن ضر إيش بك إيش صر لك؟ إيش هالقلة الحياة؟ مقابلة أفرجيكي كيف؟ مو هيك الناس المهمة بتحكي بالمقابلات؟ أنت إن شاء الله يعطيك الصبيان بعدك عروس تسلم تسلم دكتور وأنا حكيت لك قبل ما يصور الكاميرا الله يصطر عريسك من عيني أصيبه بالعين بس للعين تسلم تسلمي يا رب إنك لا تصيبه بالعين شكرا شكرا بالله هاي لا تقصيها طبعا لا بدي أخليها طبعا هاي أهم شي بس لا تورجيها لجوزي بقول له يعني طلعنا فاصل قال الله يرضى عليك وأنت بتحكي في بعض أسئلتك جاوبتها وأنا مش فاهمها لأنه كنت صرحان فيك يا سلام أنا مشتاجة على عمان أنا حضل بالصلط مبدئيا أنا ضايلة بالصلط أنتوا روحوا على عمان وأنا قاعدة هون لك هاد رئيس حكومة سابق هاد تقول واحدة عملتش على الكورنيش من قليل كانت الأسعار على زمانه ماتهدى دائما النار إلا لو هالموزيع هي كسر بلت شوي عيونها وطلبت منه يوطي الأسعار كان وطاهن ما في شي بغلق على هيك جمال شغلي بس بدي أسلوب ندخلك على الأسلوب هذا الأسلوب الأسلوب كلها بدي شوية تكي ملعني على زعرني على واحد يكون شوية عاطل ليكون فرندلي وقريب من عاطل أعز صحابي وأعز أصدقائي هني إسلام سنة هو حدا ياخد ياخد الموضوع محل ما بده نحن أولاد الله وأنا مثل ما بقرأ بالإنجيل بقرأ بالقرآن لا لا أنا ماني ملتزم أنا أكثر إنسان عاطل بالدنيا لا أولو يقولك شي معي حدا قاله شي معي أكثر إنسان أنا ماني ملتزم بس أنا إنسان مؤمن مرأت لعندها شوبت قهوة عاطل طبعا عاطل لسه من يومين كنت عمت تشبه وتغني بسوريا إيه إيش إيش ضفتي أنت عبيقلك هو عاطل ما في أكثر مني عاطل خلي أغني أغاني العواطلية هي بترقص هيك أخيلك عن هالأغاني ليه بتقصرت النورة واللي ما بحب النسوان الله يبعث له علة يا أما بروح بيغني أغاني التشبيح تبعيته الله علي مش قد بيقبض عليهم مش قد بيقبض عليهم أنت بالك التشبيح دائما بالضرورة لو واحد يكون عبياكل خبز من ورا قول بس من نوع جديد قول مرتب قول من طاجكستان نا من كل عرف وانتشر كما شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع العقد في أوروبا في النمسا مع نادي أستراتي لبينما اتدخلوا الشباب الطيبي اللي هناك اتدخلوا بالموضوع وصاروا يراسلوا النادي النمساوي ويبقى طولهم صور مفبركي وفيديو في العقد الثالث بنفس الأسلوب كان في 2014-15 مع الشباب السعودي تماما 2013-18 مع القادسية السعودي وهاي هلأ حاليا بالأسرة بينها بنفس الأسلوب أوف ما انتقل؟ شو عملوا الشباب الطيبي حتى خدموها الخدمة ما فهمت؟ هو مو كان ديشترين نادي الأوروبي مو عرفا مين هو قام الشباب مسكوا إيش في عندهم صور لأبراهيم مع سلاح وإيام تشبيح وكذا وبعتوا إيجارة النادي وانادي ما بدأ اوجع راس قلعته صلموه حرام مظلوم صلموه حرام مظلوم صلموه تتمراتي حرام كيف يعني انش بدون فيه يعني شال سلاح وإذا شال سلاح بصير عندهم حارس مسلح بنزلك على الملعبك ما هو الرشاش بيسترجي بيسترجي يمسي حط على جول انت نشعب ركيك وانت ما عارش تتركي هال صليك خمس ساعات عبتاكلي ماشي في شكلك شلون صار ماشي في حجمك صغيرة عبق انت على فكرة عبق على الكشك على التلفزيون على الانتلفون على كرشي ما عادة واجه على الراس وواجه على الركب وواجه على الكتاف وانت بقى بتردي يعني عبتاكلي ده مصلحتك نور لما سيط رئيس كومورية اتكلم على موضوع السمنة بيتكلم في حاجة مهمة قوي وتكلمنا فيها كتير ووعينا كتير وانت بتسمعوش الناس التخينة ميتها عبق عبق على أهلها وعبق على الدولة وعبق الناس التخينة بتشوه المنظر يعني انت وانت ماشي كده بالإزدال ولا بالعباية ولا بالجلابية ولا 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 ومش قادرة تمشي وبتعرجي عشان ركبك واجعاكي وطبعا بتبقي كلك عرقانة لأنك عندك كمية السموم غير طبيعية فقدتي كل قنوستك فقدتي دحكيتك فقدتي كل حاجة ايه صح هلأ كلي كمان هاي بروفيسورة كروش عبتحكي مو من عندي علم هذا علم بروفيسورة هاي بروفيسورة كروش هاي ريهام سعيد مزيعة مصرية معروفة بالذل بفيديوهاتها زمانا نزلت فيديو عن لاجئين سوريين عم تقتلوا على المساعدات عم تقولوا للشعب المصري ديروا بالكن ما تصيروا مثل السوريين إن شان ما يأكلون للمساعدات عم تسمنوا ما عم تشوف اللاجئين هيك صار هي بدا الناس ما تسمن هم الناس ما انت بخلص كيس الشيبس اللي هني كان بقيان فيي وحدة الفاخر هون وين هو الفاخر؟ أنا ما بأكل شوكولاتة ما بتاخرفة هو الحال وبختفي الفاخرة دايما تمك شوكولاتة كارتونت الأندومي مين معفشا ما أنت؟ أكلت الأندومي أنا عبق عبق على البرنامج أنا أصر أنا عبق بوقتها تقول المقابلات كلهم ما حدا طايقني وحيز من الوقت ما جيت وانت عبتاكل بها الكشك طلع كان مليان أكل خلاص ممشي أنا نازم حدا طايقنا